اشتركوا في القناة نصفية الأسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية وذلك بعد فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثين هدفا مقابل تسعة وعشرين وبذلك سيلاقي المنتخب الوطني في الدور النصف النهائي بنظيره الإيراني اقتنص فريق الحد فوزا مهما أمام المنام بثلاثة هدف مقابل هدفين في القاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لمنافسات دور درجة الأولى لكورة القدم حيث تقدم حمد رميح بهدف مبكر للحد في الدقيقة الثانية قبل أن يعادل المنام النتيجة عبر اللاعب عيسى موسى في الدقيقة السادسة والأربعين وفي الشبط الثاني عاد رميح ليوضع الحد في المقدمة عند الدقيقة الستين بعدها سجل اللاعب علي حبيب هدف التعادل للمنام في الدقيقة الثالثة والثمانين إلا أن محمد داود نجح في منح فريقه نقاط المباراة في تسجيل الهدف الثالث قبل دقيقتين من نهاية المباراة هذا وكان أحمد سعر قد قاد فريق البسيتين لتحقيق الانتصار الثالث في المسابقة والذي جاء على حساب الرفاع بثلاثة هداف لهدفين حيث سجل أحمد سعر الهدفين الأول والثالث لفريقه كما سجل البرازيلي أوزيا الهدف الثاني للبسيتين بينما سجل الرفاع كل من سيد ضياء سعيد ولمحترف السوري محمود المواس فوزنا رفع رصيد البسيتين لعشر نقاط إما بغي الرفاع على نقاطه الأربعة الماضية كما استعاد فريق المحرق نغامة الانتصارات من جديد بعد فوزي على الحالة بهدفين دون مقابل سجل هم كل من أحسين بابا وأسماعيل عبداللطيف يرفع الفريق رصيد إلى سبع نقاط في المركز الثاني متساويا من المركز الثاني فيما تعرض فريق الحالة لخسرته الأولى بعد ثلاث تعدلات يبقى على نقاطه ثلاث في المركز التاسع من جانبه تفوغ الرفاع الشرقي على سترة بهدف دون رد ويعود الفوز الرفاع الشرقي لقائده في صرب لهم الذي سجل هدف الامباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والأربعين ليرفع الشرقي رصيده إلى سبع نقاط في حين بغي سترة عند أربع نقاط ترجمة نانسي قنقر